السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا بعد اعتزال هنري سيهودو وتركه وزن الديك شاغرا كان مدير بطولة UFC دانا وايت قد وعد بإقامة نزال قوي لتحديد البطل الجديد لهذا الوزن وكان قد وعد بأنه سيجري نزالا بين البرازيلي دوزي آلدو والروسي بيتريان على وزن ديك شهر يوليو فعلا ذلك ما وقع وسيتم هذا النزال في حدث UFC 251 بجزيرة ياس الإماراتية قبل البدء لا تنسوا الاشتراك ووضع اعجابكم بالفيديو كذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة جوزي آلدو ضد بيتريان نزال لا يحتاج الكثير من الكلام بين مقاتلين يعشقان القتال لأبعاد الحدود هذا النزال سيجرى قبل نزالين رئيسيين في حدث UFC 251 قبل نزال فولكانوفسكي ضد هولوي وعثمان ضد ماسبيدال سأتحدث عن نزال آلدو ويان بشكل مفصل جوزي آلدو ملك ريو دي جانييرو كسب هذا المقاتل احترام جميع عشاق الفنون القتالية المختلطة بسبب تاريخه الحافل بالانجازات هو اول بطل وزن ريشا في بطولة UFC كذلك دفع عن هذا اللقب لسبع مناسبات يسألني الكثير من المتابعين عن سبب الكدمة التي تتضح على خذه الأيصر السبب هو أنه لما كان طفلا صغيرا أخته بالغلط قامت بدفعه ناحية شواء مشتعل سبب له حارقا على خذه وترك هذه الندبى الواضحة جوزي شخصية رائعة مقاتل متواضع جدا مقاتل محترم ومقاتل ملتزم استمتعنا معه كثيرا بنزالات ستبقى خالدة في الذاكرة متابع اليو افسي جميعا يعلمون تاريخ ألدو قدم نزالات شارسة لكن مستواه بدأ بالتراجع خاصة بعد نزاله ضد كونور ماكريغور وسقط بدربة قاضية في 13 ثانية منذ ذلك الحين ومستواه في تراجع لم يعد مثل ألدو السابق ومؤخرا أيضا للأسف حصد خسارتين متتاليتين الخسارة الثانية للأسف لم تكن مستحقة هو أيضا عبر عن ذلك ومدير اليو افسي دانا وايت وجميع الجماهير انتقذوا الحكام بشكل لاذع عندما واجه ألدو مارلون موراييس وخسر بطريقة غريبة جدا كان تقريبا فائزا في جميع الجوالات وقدم مستوى قوي خاصة على مستوى القتال وقوفا واستطاع أن يقهر موراييس لكن كان للحكام رأي آخر من هنا بدأت انتقادات الجماهير لبطولة اليو افسي من أجل أن تعيد النظر في حكامها لكن على العموم بعد هذا النزال آلدو أخذ الفرصة من أجل أن يعيد مجده ليحمل حزمة اليو افسي وهذه المرة على لقب وزن الديك ضد بيتر ايان ما أثار غضب آلدو أيضا هو أنه في النزال السابق فعل كل شيء امتنع عن الأكل والتزم بالتداريب الشاقى من أجل أن يحقق الوزن المطلوب حتى أن شكله أصبح يظهر كالزومبي آلدو لديه نية قوية جدا من أجل استعادة أمجاده يبلغ من العمر حاليا 33 سنة برصيد 28 انتصارا مقابل 6 خسارات لكن رغم ذلك يبقى آلدو مقاتل ناجح وقد خرج من رحم المعاناة بعد أن عاش الفقر في وقت سابق وانتقل لريو دي جانيرو وهو حامل فوق كتفيه فقط حقيبته الخاصة بالتداريب من أجل أن يمارس رياضة الفنون القتالية المختلطة بحلم كبير جدا استطاع تحقيقه في آخر المطاف من جهة أخرى المقاتل الشاب اليافع الروسي بيتريان مقاتل لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلبه مقاتل مدمر لأبعد الحدود يحب تدمير خصومه ومشاهدتهم يتوجعون ألما من ضرباته المؤلمة هو مصارع وملاكم ومقاتل متكامل بشكل كبير جدا كذلك صغير السن يعتمد أسلوب مخيف في القتال يتوجه مباشرة لخصومه وأي لكمة يسددها تكون لكمة محكمة وإذا أصابت خصمه يتألم أو يسقط مباشرة إلى أن يستسلم لضرباته في الأرض أو مباشرة يعلن استسلامه يان لن يفرط في هذه الفرصة انتظرها طويلا والآن تم منحه ألدو وسيفعل كل شيء من أجل الفوز يان يتدرب بنادي تايجر موايطاي بتايلاند ويعتبر دولة تايلاند بلده الثاني لأنه يقيم بها أغلب الأوقات كذلك هو برصيد صفر خسارة في بطولة UFC بتحقيقه لست انتصارات خلال ثمانية عشر شهرا رصيده الشامل في الفنون القتالية المختلطة هو أربعة عشر فوز مقابل خسارة وحيدة لكن الآن تطور مستواه بشكل رهيب جدا أعيد وأكرر مقاتل لا يرحم مقاتل كذلك لا يتكلم كثيرا إنما يتكلم كثيرا داخل الأكتاغون أو داخل القفص فقط أسلوبهما القتالي سوى آلدو أو يان أسلوب متشابه تقريبا فهما يتقنان القتال وقوفا وأرضا كذلك يتقنان الملاكمة الموايطاي الجوجيتسو يعني ليس هناك مقاتل متفوق على مقاتل وإنما مستواهما متقارب شيئا ما إلا أن جوع القتال يبدو على يان أكثر من آلدو رغم أن آلدو يبذي ذلك إلا أنه يغلب عليه التصرع في الكثير من الأحيان أتمنى هذه المرة أن لا يقوم آلدو بالتصرع وإلا سيكون مصيره ضربة قاضية من إحدى لكمات يان المدمرة نزال لا نستطيع الحكم عن من الأقوى لكن يبدو أن كلا المقاتلين لديهما رغبة قوية في الفوز بلقب وزن الديك لبطولة UFC آلدو يريد الاعتزال كأسطورة وكبطل كذلك يان يريد الظهور الجديد في UFC كبطل لوزن الديك يمكننا الاستنتاج هنا بأنه نزال بين شاب في بداية مسيرته الحقيقية وبين مقاتل في نهاية مسيرته ويريد الاعتزال بشرف آلدو وجه رسالة ليان يقول له أنه لا يعلم ما ينتظره ولا يعلم من هو جوزي آلدو وصيرا آلدو الحقيقي ليلة النزال يان أيضا وجه رسالة واضحة لآلدو يقول فيها أنه لا تهمه كل هذه الأقوال وإنما ما يهمه هو لقب وزن الديك لا غير موعد هذا النزال هو يوم السبت 11 يوليو ابتداء من الساعة 11 ليلا بتوقيت المغرب والثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة من ترشحون للفوز؟ جوزي آلدو أم بيتريان أجيبوني في التعليقات لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد كذلك وضع إعجابكم بالفيديو لتشجيعنا على تقديم المزيد لازلنا معكم في تغطية مستمرة لحدث UFC 251 كان معكم أمين إلى اللقاء